من جارية المصر ينمو صفحة ثالثة انفجار مصورة مياه في محطة مصر يعتل حركة القطارات ويغرب مكاتب الحجز والساحة الخارجية يعني فرحة ما تمت لأمانا بصراحة يعني حتى نفسه كنا بنحتفل بالتطوير الكبير اللي حصل في محطة مصر رغم التحفظات بعض المعمارين والأسرين عليه إنما كان تطوير مهم جدا تكلف 174 مليون جنيه أو أكثر قليلا يعني حصل زي ما بيحدث برضه كل مرة انفجار مصورة السبتية يعني السبتية على فكرة يعني هذه المصورة المصورة للأم دايما اللي هي دايما بتنفجر كل سنة ومعروف يعني معروف أنها بتنفجر ولكن مسألة إصلاح الخلل لا يتم بشكل جزر الأسف وبيترك الأمر للإصلاحات والحلول المؤقتة ولكن هذه المرة يعني اللافت الانتباه وتم التركيز عليه إنها أغراقت محطة مصر وأوقفت حركة القطارات بعد الترميم الكبير والتطوير الكبير جدا يا فاندم احنا دايما مش عارفة ليه بمحيث دايما بعد أي تطوير أو بعد أي حتم افتاح أي حاجة بيجي بعدها في فترة ما عندناش فكرة السيانة أو ما عندناش فكرة المتابعة فدي مشكلة يبقى في مشروع كويس جدا وتلاقي بعد كده في خلل في حاجة تنمية فالحاجة دي بتبقى راجعة للسيانة يعني احنا بنام الموضوع كويس جدا وبعد كده الفرو اوب هو اللي بيجول أي مسألة زي ما تبتقوله ولكن بالضافة دايما مسألة التخطيط الشامل بالصبت يعني هاي مفروض لازم كل لازم يشتغل فيه منظومة واحدة يعني أنا عندي مفروض إن أنا عندي تطوير لكن المفروض إن أنا أدرس طيب إيه اللي ممكن يهدد هذا التطوير سواء في المنطقة المحيطة أو في أي عوامر خارجية تعرف إنه ده إنه هذه المسألة بالتحديدة بالفعل بالمناسبة على طول دي مزمنة ومتكررة فأعتقد إنه كان المفروض يبقى عليك شامل ولسه عليك جزء إنه ده غياب الرؤية وغياب تخطيط للأسف يمكن مش في القطاعة ده بس في قطاعات كده طيب خلينا نروح الجريد إحنا دوليات قدامنا يمكن نقل من ديئة في حركة تختار الخبر عندنا الحكومة يعني أنا أعتقد إحنا خلينا فيه الاقتراض يعني الحكومة تبحث الاقتراض من صندوق النحو وطبعا يعني مسألة إنه هناك أزمة في الميزانية هناك أزمة في السيولة الدين المحلي زاد بشكل خطير جدا تجاوز التريليون ولكن هو ما يسير السؤال حول هذا القرد تحديدا إنه هذا القرد كان رفض من قبل المجلس العسكري رفضوا أيام الدكتور سمير رضوان فلماذا تم الموافق عليه الآن يعني أنا أعتقد إذا كان الاقتراض من الخارج والدواء المر اللي إحنا علينا يجب أن نتجرعه ولكن أعتقد أن هناك إجراءات أخرى داخلية يمكن البحث فيها ويمكن الاعتماد عليها لتوفير موارد كثيرة جدا على الدولة لسد عجز الميزانية على الأقل وقف النظيف إخدار المال العامية نحن عندنا موارد كثيرة جدا تحدثنا عنها تحدثنا عن الطاقة المجانية لشركات الأسمنت اللي كان تحدث فيها الدكتور الببلاوي إنه بيبحثوا لوقف هذا الطاقة المجانية عندنا السنديق الخاصة برضو المهضر اللي تم الكشف عليها مؤخرا اللي فيها أموال بالمليارات عندنا جيوش المستشارين فيها الوزارات كل هذه أعتقد إجراءات عندنا موارد كثيرة جدا أموال التأمنات اللي احنا مش عارفين هي مصرها إيه وإنها مستشارة بس إحنا عندنا موارد إحنا كمصر عندنا موارد موارد داخلية جدا أب الزبط أعتقد تغنينا تغنينا لو هناك إرادة سياسية وأنا أعتقد لو هناك تخطيط سليم عن الاختراض الآخر لأنه هذه القروض أعتقد أنها بتهدد الأجيال القادمة أنها بتحمل الأجيال القادمة أعباء كثيرة أستاذ عادل السنهوري مزير تحرير اليوم السابع بشكر حراك على وجودك معنا النهاردة يا فندم وخلينا نروح كمان نهارك سعيد كانت موجودة في كلية سياسة واقتصاد بجامعة القاهرة لأنهم عملوا نموذج محاكاة للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وذلك بمناسبة افتتاح المؤتمر السنوي لنموذج المحاكاة حضر كثير من السياسيين وأهل الفن فتعالوا نروح نشوف اللي حصل